المستشرة الألمانية أنجيلا ميركل تتهم روسيا بالتدخل في شؤون الداخلية لدول تتطلع إلى تطور تعاونها مع الاتحاد الأوروبي والتقارب معه وتقصد ميركل بالدول الثلاث كلا من مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا التي قررت توقيع اتفاقات شاركة واسعة مع التكتل الاقتصاد السياسي الأوروبي على حد قولها لصحيفة ديبيلت الألمانية الصادرة اليوم الأحد واتهمت ميركل موسكو بمحاولة جعل الدول الثلاث التي ذكرتها تعتمد اقتصاديا وسياسيا على روسيا حتى تعزز نفوذها في منطقة غرب البلقان ملوحة بالقول إن التدخل روسي في شرق أوكرانيا لن يمر دون أن تكون له التبعات تصريحات ميركل التي قالت إنها مقتنعة برد الأوروبي حتى الآن على ما تصفه بالتدخل روسي في أوكرانيا تأتي غادة زيارة رئيس الفرنسي فرنسو أولوند لنظره روسي فلاديمير بوتين في موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية وبعد انتقادات شديدة لبوتين قبل يومين للغرب وموقفه من أزمة أوكرانيا